أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا إلى أولى محطاتنا من داخل الستوديو تعتبر سيرة ذاتية البوابة بين الباحث عن الوظيفة وبين صاحب العمل وهي أول وسيلة يقوم باحث العمل بإعدادها حتى يتمكن من عرض خبراته ومؤهلاته ومسيرته المهنية بحرفية وتسويقها أمام المدرأ ولكن ما هي الخطوة الصحيحة لكتابة السيرة الذاتية؟ ستضيفه معنا الدكتور طالب كيديك التشاري تنمية بشدية وتطوير أداء للحديث عن هذا الموضوع أهلا وسهلا فيك أهلا وسهلا يا سيد صباحكم وصباحك سيد بمجدك معنا تسلم يا سيد نعم دكتور بداية كيف ممكن أنه نكتب السيرة الذاتية بما يتلائم مع خبرتنا المهنية وأنه هيصير تعبر عن ذاتنا بالشكل المناسب ما تكون أكتر من القدرات اللي احنا منمتلكها وما تكون أقل ما تكون أقل يمكن بس نغير السؤال شوي ونسأل سؤال تاني قبل هو أنا لماذا أريد كتابة هذه السيرة الذاتية تحديدا وهذه نقطة نقطة تانية أنه سبب ليش أنا بكتب السيرة الذاتية ولمين مش لمين بس على مستوى الوظيفة على مستوى المسمى الوظيفة هناك خطأ شائع موجود عند كتير من الناس أنه إحنا من نكتب السيرة الذاتية ومنعملها لسبب أنه مبدأ عند شباب موجود روش خلي الناس تعرفك هيك بالعمية روش؟ روش خلي الناس تعرفك شو الفكرة منعمل سيرة ذاتية وحدة منجهزها ومنسير نبعتها لكل الأشخاص اللي إحنا بنعرفهم لكل الإيميلات ولكل الشركات وهذا مبدأ روش خلي الناس تعرفك وهو مبدأ الرشاش اللي مخالف لفكرة القناص اللي مرة حكينا عنها إذا أنا بروح لأشرين شركة أو خمسين شركة وبعمل نفس السيرة الذاتية وهذا أغلب الناس هيك بسوه ومنبعتها للكل أغلب الظن ما رح ألاقي وظيفة فهذه شغلة كتير مهمة أنه أنا ببعد سيرة ذاتية لمنصب وظيفة محدد مش للكل ما بعرف عن حالي بعرف عن حالي في سياق تناسب قدراتي مع هذه الوظيفة اللي أنا بقدم لإلها هذه بتعطيني فرصة أعلى مقارنة بالأشخاص التانين اللي معظمهم رح يشتغلوا بمبدأ أنه أعمل سيرة ذاتية وحدة ووزعها للكل فهذا أول خطأ مهني وقع في كتير من الأشخاص اللي بكتبوا السيرة الذاتية الاثنين أنه نعرف الهدف الأوحد أو الأسمة أو الأكبر للسيرة الذاتية إش هو الهدف كتير من الناس بتفكر أنه السيرة الذاتية هي لذا تجيب لي وظيفة وهذا خطأ مهن كتير شائع أنه مش الهدف من السيرة الذاتية تجيب لي وظيفة الهدف من السيرة الذاتية تجيب لك مقابلة تجيب لي مقابلة إن جابت مقابلة هي أدت كل ما عليها وخلص دورها إن ما جابت مقابلة أصبح فيه إشكالية هلما يكون عندنا الشخص حاطت أقل من قدراته أو أكتر أو حاطت كل اللي عنده شخص دارس مثلا تغذية ومقدم لوظيفة إدارية طب ليه تكتب أنه أنا رائع في الطبيخ مثلا هي ممتاز إنك رائع في الطبيخ وإنك أنت دارس هذا الموضوع أو الغذاء الصحي لكن لمنصب إدارة ما له قيمة فليلة حتى تكتبه أنا تعبت سنتين وأنا أدرس هذا الكلام لازم أورجيهم إنه أنا بعرف هنا بنبدأ بالخطأ مش مهم شو بتعرف المهم اللي عندك شو بيعطي قيمة مضافة للمكان اللي انت رايح عليه فببرز من قدراتي فقط اللي ما يناسب هذا المسمى الوظيفة يعني إنت ما أعرف إذا أنا فهمتك صح الأصد إنه لازم يكون في سيرة ذاتية لكل وظيفة نقدمها نقدر نقول آه لكل مسمى وظيفة وإذا بنا نشتغل صح ديكون عندي سيرة ذاتية نسميها الملف الأم بتكون هذه خاصة لإلي ما أحد أشوفها موجود فيها كل شيء أنا تعلمته بحياتي وكل شيء بعرفه لكن هذا البنك الخاص فيه لما دأروح لوظيفة معينة بأخذ من هذا البنك ما يناسب المسمى الوظيفة لأنا رايحه وبطلعه بحطه في السيرة الذاتية المقدمة لهذه الجهة صحيح لأنه أحيانا كثيرا بتكون متطلبات العمل يعني بتبحث على شيء معين فيك مش في كل شيء فيك فإنت لازم تقدم الاشيء اللي هم بدهم إياه لأنه مثلا ممكن أنت تكون شاطر بهذا المجال مثلا في تحليل الأخبار على سبيل المثال في التقديم والإعداد لكن هم مثلا طبين بس مقدم فإنت بتحط خبرتك في التقديم على سبيل المثال دكتور كم صفحة لازم تكون السيرة ذاتية سوء الحلو هلا هنا مدارس هناك ناس بقولوا أنه إذا انت بتكتوب السيرة الذاتية حط فيها كل شيء تتعرفه كل ما أكتر كل ما أحسن وفي المدرسة التانية اللي أنا مقتنع فيها أنه صفحة واحدة أفور عن كل عشر سنوات علم وخبره فكل عشر سنين بصفحة صفحة نصب الكثير حي ملاء خرجين حطيت ثلاث صفحات ومرات عشان نكتر الصفحات لأنه منروح لمدرسة الصفحات الأكثر فممكن حتى الفونت نحطه حجم 16 و 18 بداخل الصفحة عشان أكبر ويبين أنه عندي ثلاث صفحات في فونت معين؟ بالأصل 12 إلى 14 وتايمس نيرومن مثلا؟ يكون ثابت وهون كمان إشي حلو أنه مش مهم الخط تكون خط واضح مقروء بسيط وما نكون عاملين أربع خمس أنواع خطوط في قلب ورقة السيرة الذاتية لسبب بسيط قارئ السيرة الذاتية الشخص اللي بيقرأها إن كان مهني نفترض أنه الشخص مهني لما بيجي بتطلع بالسيرة الذاتية هي زي واجهة محل واجهة محل أنا لما بمشي بالسوق بدي أشوف واجهة المحل صاحب المحل ما بيحط كل بضعطه في البترينة بيحط أجمل الشغلات اللي يعتقد أنها رح تلفت نظر عبر الطريق وإذا لفتت انتباهه بيفوت على جو المحل يشوف وبيشوف كل شيء والسيرة الذاتية هي واجهة الفكرة فيها أنه أنا أحط الأشياء اللي أعتقد أنها رح تلفت نظر المشغل المشغل مش كل المشغلين هاي الوظيفة بهاي الشركة تلفت انتباهه لدرجة كافية أن يقول هذا الشخص عنده شيء ملفت للنظر هاتلا نجيبه لمقابلة وظيفية نفوت جوه ونشوف شو عنده كمان إذا عملت هاي الطريقة وهاي الفلسفة بالتفكير فأنا بنجح حلق عشان هذا الحك يصير بدها نقول شغل بيت بدها نشتغل في البيت نعمل الوظيفة بيتنا شو الوظيفة لأي شخص ده يقدم لشركة أو لمؤسسة بس ويفوت على موقع الانترنت على صفحة الفيسبوك تبيتهم صفحة لينكت إن صفحتهم للشركة أو للأشخاص اللي موجودين جوه الشركة يعمل بحث لمدة شهر على الأقل يشوف هاي المؤسسة شو بتشتغل شو أوجعها شو اهتماماتها وين رايحين من هون لسنتين ثلاثة وبعد ما أعرف هاي المشاكل اللي عندهم والتوجهات اللي عندهم إذا عندهم تقارير بعملوها نقرأها عندهم كتب سنوية أروح أطلع عليها غالباً اللي بشتغلوا بالشركة ما تطلعوا عليها أنا كمقدم لهاي الوظيفة بسواء طلع عليها والسبب أكون فاهم وين رايح حلو إذا فهمت وين رايح حلأ بعد ما أخلس هاي الوظيفة بأتي بروح لسيرة ذاتية لأم بطلع منها اللي أنا بلاقي بناسب هذول الأشخاص ويكون يبرز قدراتي في مساعدتهم أو في الاستفادة منهم وإفادتهم ولو بجزئيات معينة هلأ بقدر ألفت انتباههم لأنه حذكر لهم في الواجهة أمور تلفت انتباههم هذا الحاكم ما كان ممكن أعرفه إلا إذا كنت بعرف عنهم إذا ما بعرف عنهم راح أحط كل اللي عندي وهقول يا رب صحيح هذا التمييز بتخيل أنه الباحد يكون بالفعل أقدم الأوظيفة عارف شوية وعارف شو المؤسسة بتشتغل أنا كنت رح أسألك عن البيانات الشخصية إيش طبيعة البيانات الشخصية الصحيحة اللي لازم يتم إدراجها في الضمن السيرة الذاتية وإيش اللي لازم نبعد عنها أهم شغلات بدي أحطها أسمي بدي يكون واضح الأسم الطرق تواصل معي إذا أعجبهم دم يعرفوا لمن يرجعوا يكون رقم تلفون إيميل موجود عنوان بريدي اليوم خف كتير العنوان البريدي اللي هو الصندوق البريد صار أكتر العنوان الإلكتروني هو المتوافر بشكل أكبر تلفون طرق اتصال معي هؤلاء أهم شغلات تكون موجودة حسب الوظيفة المطلوبة وسنوات الخبرة ممكن مرات بسوى كمان أحط سنة الميلاد إنه موليد أي يوم وأي سنة أحط طريق الميلاد مش دامن بلزم رفصة السياقة متزوج أعظم الحالة الاجتماعية حسب الوظيفة ومتطلبات الوظيفة إذا مش مطلوب رخصة سوى ألا يلا أحطها إذا مش مطلوب إنه الشخص يكون متزوج أو غير متزوج طبعاً هذا استقراء إنه حسب أنا إلا إيش مقدم فلاي تكون الحالة الاجتماعية تبعتي موجودة إلا إن طلبوا فهذه النقاط ممكن أني أحطها ممكن ما أحطها في واحدة من الشغلات منقدر نسويها ونوفر مساحة إنه عند الفوتر والهدر اللي هم الرؤوس بالأعلى و بالأسفل اللي تكون بالورقة الأفور ممكن هناك أحط قسمي وكل الكنتكت سبعتي وبالتالي في جسم الرسالة نفسها ما بحط الكنتكت بحط الخلاصة وهيك بكفي لأنه أراد ناس بقوله طب ما بكفي هذه نقطة مهمة كمان شغلة نبعد عنها بالأشياء التقنية للمشغل أي ورشة عمل أو دورة أربع ساعات وخمس ساعات وعشر ساعات ما نسجلها يعني هاي مش مطلوب إنه أنا سجلها لسبب المشغل هو ابن سوق نكون منطقيين وواقعيين أنت كم خريج جديد أخدت ورشة عمل أربع ساعات شو طورت عندك اللي فيتني بشغلي كصاحب عمل ما عملت إشي وبالتالي أي دورة أو ورشة عمل أقل من 30 ساعة ما نسجلها ممكن نيجي نقول إذا أنا ما أخذ بإدارة الوقت أو بمهارات الاتصال مجموعة دورات توعيدل 30-40 ساعة فبحط إنه مجموعة دورات بما يوازي 60 ساعة أو 50 ساعة فيما جالسين وأجمعهم مع بعض لأنه نلاحظ أنه كل ورشة عمل حضرها بسجلها فهون مرتين لا إيش أنا كشخص عندي شركة عندي مصنع بدي أشغل ناس حتطل طب هذا أخذ ساعتين هنا وساعتين هنا وساعتين هنا شو هيفيدوني؟ ولا شيء ما أطوروا مهارات هي شوية معلومات حفظها صاحب العمل يبحث عن مهارة عند الموظف لا يبحث عن قديش حفظ أنه أخذ ساعة هنا أو ساعتين هنا دكتور إذن خلينا نقول إيش الأولويات اللازم يحطها يعني بيانات الشخصية مثلا ممكن تنحط بالأول أو تحت الخبرة العملية والأكاديمية شو الترتيب وليه طبعا بعدين بيجي التدريب أو الدورات واللغات هلا حسب مرة تانية الجهة اللي أنا بقدم لإلها إذا الجهة حكومية أكاديمية تربوية مقدمة لوظيفة معلم أو مسؤول في إشيء له علاقة بالتربية والتعليم أول شيء بحط الشهادات لأنه ببحث هناك أكتر على الشهادات هذا مع بكاليوريس ولا ماستر ولا مع دكتوراه ولا أيا كان وببدأ من الشهادة الأعلى وبنزل نزول إذا رايح لسوق عمل مهني تطبيقي ببدأ بالخبرات العملية هم موجودين كلهم ولكن الترتيب أول ليه بدي ألفة نظروا أنه أنا عندي خبرات عملية بتفيدك صاحب العمل في الحقل على الأرض بدور على الخبرات أكثر من الشهادات بتهموا الشهادات في الدرجة الأولى أنت شو بتعرف أكثر من إيش معك شهادة الخبرة الخبرة فإذا بقدم لسوق عمل تطبيقي مقدم لشركة هايتك لشركة أيش بروفشنال بعطيهم الخبرات الموجودة عندي شغل أكاديمي شغل إنجي أو قطاع عام بحط لهم شهادات الأكاديمية هيك بركزهم هذا ما في صحة وخطأ هي هيك فأنا لإني راقبت هذول المؤسسات أو القطاعات كيف بتشتغل بعرف لغتهم فبقدم لهم الهم بحبو حلو ببرزو هاي كل الفكرة أنا كان بدي أسأل عن الرسالة التمهيدية أو الكفر يعني اللي على الصفحة الأولى عنواننا وعنوان لنا ببعث الهم وكم نساطر هيك نشجعهم شو لازل محكي فيه هذول الأسطر أكتر شغلة بحبها المشغل إنه يستشف مش يأخذ بشكل مباشر هو يستنتج إنه هذا الشخص عنده قدرة على التعلم السريع هاي أكتر شغلة بركز عليها أصحاب العمل طب كيف تقدر نقول إنه إحنا نتعلم بسرعة هلا أنا بدي أحطها في سياق إنه أنا اشتغلت في مكان وهناك أنا تحبيت إني أنا أتعلم اتطورت في ست شهور في مكان عاملي لأنه دخلت في سوق جديد أو في مكان جديد في خبرة سابقة وتطورت بشكل كبير لأنه أنا عندي حب للتعلم ممكن أجيبه حتى بسطر مباشر إنه أنا ممكن ما بعرف معلومة معينة وإذا ما بعرف ما بخجل هقول ما بعرف لكن أنا سريع التعلم وبتعلم بسرعة هذة النقطة بتهم صاحب العمل لسبب متوقع خريج جديد ما عنده خبرة وهذا إشي طبيعي وإذا أنا بدي أقول إنه الخريج الجديد لازم يكون عنده خبرة فرح أتعب عشان ألائي موظف ورح أقول إنه أنا بتعب كتير البلد ما فيها ناس بدها تشتغل والخريجين بضلوا بنسمع الجهة التانية بيقولوا طب أنا من وين دأجيب لكم خبرة إذا ما بيتشغلوني فهون هذي النقاش دائما موجود بين الجهتين ففي إله أكتر من طريقة كيف نشتغل فيها أهمها لصاحب العمل أنا دأجيبه أعلمه ولسه رح يطلع يغلبني عشان يتعلم إذا اكتشف إنه أنا عندي سرعة بالتعلم فممكن يقول ها فيه أمل أكثر من غيره فببرز هذه الفكرة أو هاي الطريقة وهون بلزم نرجع لماها اللي كنا نتحدث عنها اللي هي مزايا ومهارات وقدرات هاي بتكون بملف السيرة الذاتية لأم شو عندي مزايا ومهارات قدرات برضو ملف أم بطلع منه اللي بفكر إنه بينفع يكون في هذا المكان لهاي الوظيفة وبقدم نفسي على أنه أنا شخص عندي مهارات معينة وعندي قدر على التعلم السريع إذا حطيت هذه الفكرة في الكوفر لتر أو في الرسالة المشغل رح يستشف أو رح يوصل فكرة أنه آه هذا بتعلم بسرعة شو أحلى هيك إشي قرأته برسالة التمهيدية قبل السيرة الذاتية قبل السيرة الذاتية شخص مرة كان حاطت أنه دخلت أنا في مشروع وفشلت ولكن ما كنتم من هذا المشروع إنه أنا تعلمت كيف ما أغلط نفسي الغلط مرة تانية هلأ هاي شو بتعطي؟ إنه بتعطي فكرة إنه هذا الشخص بتعلم وبتعلم من أخطاؤه حلو على الأقل بالفت انتباهي أجيبه لمقابل وظفين أكتشف أنه هذا صح ولا غلط وأنه اعتراف بخطاؤه واحد من الأشخاص في إحدى الشركات أجوله أربع أشخاص لمنصب سينير منصب متقدم والثلاثة كانوا رائعين بطريقة مش قبعية إنه عندهم شاهدات عالية عندهم دورات تخصصية عالية ساعات خدمة وشخص تاني عنده تقريبا نفس الإشيء ولكن حاطت إنه فشل بتلات أربعة مشاريع فلما يجوا لمرحلة إنه صار رئيس الشركة لازم يدخل على الخط أول كان الـ HR هم اللي بيعملوا المقابلات أو الموارد البشرية بعدين لما وصلنا عند التوظيف نفسه وصار فيه تصفية بين أربعة فقط صار البيك بوس كان لازم ينزل هو يختار فاختار الرابع اللي هو عنده فشل وكاتب إنه عنده عدة درجات فشل فلما سألوا موظفين الموارد البشرية ليش أخدت هذا الشخص قال هذا داق طعم الفشل فبيعرف كيف يطلع منه حدو لك لسه ما دقوا لما يجوا أول مرة ويفشلوا راح يلتخموا مش راح يعرف شو يسووا لأنه ما جربوا حدو جرب تلات أربعة مرات يعني بلغة السوق ما كنت عنده مناعة هذا دك طربي خلينا نشوف قدش مهم إنه السيرة ذاتية ما تكون بهذا يعني تكون بتعطي صورة كاملة يعني عن الشخص إنه كتيرا عم منشوف السيرة ذاتية ما بتحكي عن الشخص ذاته يعني بيكون السوبرمان يعني زكاين أو سوبرومن ولم ما جيب على الشغل لأما بييجي فعلا في المقابلة ما بيكون عنده قدرة على الحوار على النقاش على تقديم نفسه إلى جانب إنه حتى كمان الخبرات اللي بيكون حضطها وكأنه مش حقيقية أو مبالغ فيها وللأسف عم منشوف الناس كيف عم تاخد نماذج جاهزة من الانترنت عم بتعبيها كزيرة ذاتية نسميه بمفهوم اقتصادي نقول فيهنا بالاقتصاد نظرية وسمى المحيط الأحمر أو المحيط الأزرق сделали cues تفهم بالضد من المحيط الأحمر. المحيط الأحمر أنه بالمحيط لما يكون في سمكة التاكل بينزل دم. فلما بينزل دم الكل بيهجم. هذا المحيط الأحمر. والفكرة منه بالاقتصاد أنه في مشروع نجح أو طريقة نوعا ما انتشرت الكل بيهجم هناك. لما الكل بيهجم فرصة أنه إذا في عندي متين شخص أجوا على هاي الجهة في المحيط الأحمر فرصة أنه كل شخص يطلالوا حسة كبيرة ضئيلة. بالمقابل المحيط الأزرق محيط كبير. فإنت ممكن تروح للمكان تاني. فإذا أنا عندي وظيفة معينة أعلن عنها بجريدة أو بصحيفة على الأقل في 150 شخص قدموا لهذا المسمى الوظيفة. إذا أنا بدي أهجم هناك وأنا أخرج جديد لسه ما عندي خبرة وما عندي فيتامين واو فرصتي طائلة. شو أعمل بالمقابل بروح للمحيط الأزرق. أنا بدور في الإنترنت وين في شركات ممكن أنا أفيدهم وأستفيد منهم. بروح على صفحاتهم بدرسها بحدد لي خمسة بدرسهم. وبصمم سيرة ذاتية مثل ما تفضلت لكل واحدة منهم لحال. وببعث السيرة الذاتية لهذا. أغلب الظن من الخمسة واحدة راح تقول لي تعالي. حسنا عندي نسبة نجاح 20% على الأقل في واحدة من كل خمسة حيقلولي تفضل لمقابلة. بالمقابلة. بالمقابلة عندما أذهب إلى وظيفة مقدمينها 150 شخص. أدين نسبة يقول لي تعالي مقابلة. وما عندي واسطة. كثير ضئيمة. يعني حوار مهم جدا لكل الناس اللي بتتخرج أو الناس اللي بتشتغل. يعني دائما مهم الواحد يكون عنده سيرة ذاتية. حتى لو مش عام بدور على شغل صح دايما تتجدد ودير بالو عليها. نحب نستضيفك بمرات جايكا بن نحكي عن مقابلات العمل. وعن الانطباع الأول. عن مسكة الإيد مع المدير لأول مرة. هاي كلها تفاصيل مهمة جدا. شكرا لإلك دائما. الدكتور طالب تكيدك. وشكرا لإلكم مشاهدينا. سنذهب لفاصل قصير وبعدها نكمل مشوارنا صباحي. نتمنى تضلوا معنا.